اشتركوا في القناة اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير شكرا سالم بن علي الحبسي على التواصل الجميل هكذا متابعين في كل مكان في ثاني اشواطنا لهذا الصباح وفي هذا اليوم الجميل وهذا اليوم الفضيل في صباحية يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ديسمبر لعام الفين وسبع طعش حيث قضي شوط المحليات الاول وكانت صاحبة شوط الرئيس الاول مع ضباب هذا اليوم لابد ان يكون مع الضباب ناموسا خاصا للاحباب حيث قدم لنا الظفرة محمد بن زايد بن خلفان المنصور خاطفا لشوط المحليات الرئيسي الاول ليكون حاضرا احد اساطير عالم التضمير احد المطانيخ الذين دائما لا يغيبون عن الرموز حمود بن محمد الوحيبي خاطفا لناموس شوط الاول حيث بدأ شوط المهج المهجنات الثناية ثمانية كيلو مترات فترة الضباب الخاصة لفئة الكبار مقدمة شوط حيث هناك شعار الاشياء الاقتصادي مع الجانب الاخر يتقدم في هذه اللحظات وينطلق في هذا الصباح الجميل مقدما لنا صوق غانم بن علي بن حمود الظاهري محتلا للمركز الاول ولكن هنا تغيير في هذه اللحظات من خلال تغييرنا على مقدمة الشوط المغيرة في هذه اللحظات الشعار غني عن التعريف محتل للمركز الاول لا يحجب حتى بالضباب محتل للمركز اول وهو شعارك يا بو زايد منطلقا مع المركز الاول من خلال تقديم شقرة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري ويقود معركة الضباب ايضا حمود بن محمد بن سالم الوعيبي المركز الثاني القدوم من صوق غانم بن علي بن حمود الظاهري المركز الثالث غادة غادة الله اوصلت غادة ومحفوظ بن خميس الجنيبي مقدما لنا غادة منطلقا مع سكر زيادة في هذا الصباح المركز الرابع القدوم والانطلاق مع رابع المراكز يا ابن طويرش ويا الحبسي ارصدوا للارقام القادمة حيث النظر بدأ ينعدم في هذه اللحظات والرؤية من اوله هدوب هدوبها معانا اللي وصلت الان مع المركز الرابع الخطوف الاهلال بن سعيد بن اهلال الظاهري المركز الخامس خامسا وعد القادمة في هذه اللحظات ويتقدم عاشق لسلالات المختبر حيث يتقدم بوحمدان ويتقدم محمد بن عبدالله بن ثاني النعيمي في هذه اللحظات المركز السادس القدوم من الضبي اسهيل بن علي بن اسهيل اليابهوني الظاهري المركز السابع القادمة حزر لعبدالله بن سعيد بن عبدالله العامري المركز الثامن القدوم من المتحدة ونايب بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري في هذه اللحظات مع المركز الثامن والتاسع مع المركز الثامن نعم ويقودها بوهلال أيضا في عملية التضمير المركز التاسع القدوم والانطلاق من تحذير وحمد بن وقاش بن محمد العامري خامسا في هذه اللحظات القدوم والانطلاق من تحتل المركز الخامس ألا وهي الضبي محمد بن راشد بن محمد المنصوري المركز العاشر نعم المركز العاشر نعم ذكرنا بأن المركز الخامس مرتين مرتين يصبح الرقم عشر إذا عاشرا هي الضبي محمد بن راشد بن محمد المنصوري وهكذا متابعين الكرام نداؤنا للعشر المراكز أولى بمساعدة الزملاء العودة إلى مقدمة الشوط إلى شقرة يا شقرة شقرة مع المركز الأول القادمة من الضفرة والضفرة هي خاطفة الناموس الأول للمحليات وأربع كيلو مترات قضية وشوط المحليات قضية مع الضفرة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري ويأتي شوط المهجنات ويقودنا هذا الإحصار يقودنا إلى عالم الرموز إلى عالم المنصات والتتويج والألقاب والذهب حيث يتقدم محمد بن زايد بن خلفان المنصوري ويرافق هذا الشعار دائما وأبدا القادح 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 أحمود بن محمد بن سالم الوحيبي آخر من رفع السيوف حيث رفع سيف الذلل الأصائل وخطف الناموس والانتصار من خلال تقديم شعاره وشعار أخوانه وقدم لنا الضبي ألا وهو أحمود بن محمد بن سالم الوحيبي ذهب يمشي في طريق الذهب والذهب يمشي في دمائه المركز الثاني القدوم والانطلاق من صوغة ويقدم لنا صوغة غانم بن علي بن حمود الظاهري وهذا الشعار الظاهر والواضح أمامكم عبر قناة ياس هو شعارك أيها الاقتصادي قدم لنا العديد والعديد من الأسماء صوغة لغانم بن علي بن حمود الظاهري نقلتنا إلى المركز الثالث ثالث المراكز في هذه اللحظات القدوم والانطلاق من غادة غادة مع المركز الثالث محفوظ بن خميس الجنيبي المقدم لنا غادة المركز الرابع رابع المراكز وعد قادمة لمحمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الرابع ويلا يا ابو حمدان يا خليفة يا النعيمي شد الحيل يا مالك وعد بينما المركز الخامس الانطلاق والتواصل من الضبي سهيل بن علي بن سهيل اليابهون الظاهري المركز السادس في هذه اللحظات انطلاق شعارك يا بندري الفلاحي يقدم لنا الجذابة قادم في هذه اللحظات احمد بن سالم بن دري الفلاحي ايضا من الشعارات المهمة في هذا العالم الساحر والتي لها باع طويل في عالم النواميس المركز السابع سابع المراكز المركز السابع الوصول من هزر عبد الله بن سعيد بن عبد الله العامري المركز الثامن الانطلاق من المتحدة في هذه اللحظات ونايب بن خالد الزايد الهاجرية تقدم في هذه اللحظات بينما ايضا الضبيل محمد بن راشد بن محمد المنصوري قادم بكل قوة وكذلك شقرة لحسين بن علي الحمد قادم ايضا مع احد المراكز المتقدمة هكذا متابعين في كل مكان نداؤنا للعشر المراكز الأولى يتبقى على خط النهاية كم يتبقى يتبقى الكيلوين اخر اثنين كيلو في هذا الصباح الجميل في شوط الضباب اشواط الضباب والعودة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول الله يلجذاب الله يلجذاب احمد بن صالب بن دري الفلاحي بدأت تجذب الانذار من خلال تقديم الجذاب المحتلة على مستوى المركز الاول ولكن عادت عادة شعارك يا ابو زايد عادة مع شقرة شقرة المغيرة على مستوى المركز الاول محمد بن زايد بن خلفان المنصوري احمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير في عملية المتابعة في المراقبة في الاداء نحو النجومية نحو الانتصار المركز الثاني الجذاب ايضا القادمة بشعار احمد بن سالم بن دري الفلاحي يقدم لنا الجذاب المركز الثالث القدوم والانطلاق من صوغة وغانم بن علي بن حمود الظاهري المركز الرابع الوصول من المتحدة نايم بن خالد بن سعيد الحاجري قادم بكل قوة ايضا الاتحادية لمحمد بن مبارك بن شكيل النعيم ولكن العودة الى مقدمة الشوط الى شقرة الى شقرة الى الاعصار الى الظفرة لك يا حمود يا بن محمد يا بن سالم يا الوهيبي وتحركت الجذاب وانطلقت الجذاب مع المركز الثاني ووصل الدلمة الله يا دلمة وعامر بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا دلمة الاعصار الاعصار وبندري مع الجذاب الخمسمية متر الاخير الله شا اللي سويته يا حمود يا حمود يا بن محمد يا بن سالم يا الوهيبي الله 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 الاسطورة الاسطورة القادح القادح من مدرسة المشاغبين بل تفوق على المشاغبين تفوق على المدرسة بيكملها احمود 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 أحمود للإنجازات لا بد أن يعود أحمود بن محمد بن سالم الوهيبي بشعارك يا أبو زايد بشعار الضفرة في شوط المحليات وبشعار شقرة في شوط المهجنات تهانينا لمحمد بن زايد من خلفان المنصوري على هذا الفوز المركز الثاني الجذابة لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي المركز الثالث دلمة لعامر بن محمد بن زايد المنصوري المركز الرابع كان الوصول من هزر عبدالله بن سعيد بن عبدالله العامري خامسا المتحدة لنايب بن خالد العبيد الهاجري مع خامس المراكز هكذا متابعين في كل مكان التوقيت الزمني أفن عشر دقيقة واثنين وخمسين وخمس أجزاء من الثانية ليؤكد لنا شعار الإحصار وشعار الضفرة وشعار شقرة لنقدم له الثانية محمد بن زايد بن خلفان المنصوري ليؤكد لنا احمود بن محمد بن سالم الوهيبي بل ليس بأنه من مدرسة المشاغبين فقط بل تفوق على المدرسة بأكملها المركز الثاني اثنى عشر دقيقة وستة وخمسين واربع اجزاء من الثانية تهانين لك يا احمد يا بن سالم يا بن دري الفلاحي مالك الجذابة على فوزها وانتصارها بالمركز الثاني وعاد من جديد شعارك يا بو زايد باثنى عشر دقيقة وسبعة وخمسين وجزءا من الثانية من خلال فوز دلمة تهانين لعامر بن محمد بن زايد المنصوري وتهنية لذلك المضمر احمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يؤكد انجازاته القوية في اشواطي ابناء القبائل واشواطي الشيوخ دائما ما يتواجد هذا المضمر تهانين لكافة الفائزين الكلمة لك يا ابن طويرش في شوط الضباب واشواط الضباب المستمرة واشواط الضباب المستمرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر